ترجمة نانسي قنقر فضلا عن الأنشطة التعليمية والمسابقات المتنوعة إلى جانب تواجد عدد من مكاتب العروض والشركات والمؤسسات المساندة في المعرض بمشاركة 223 وفد مدني وعسكري و60 شركة إقليمية وعالمية هذا ويشهد المعرض خلال فعالياته اليوم منتديات نقاشية لقيادة الفكر وتبادل المعرفة بمشاركة كبار الخبراء وصناع القرار والأكاديميين المتخصصين الإقليميين والدوليين من قطاعات صناعة النقل والطيران والفضاء